هذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا أريد رأي فضيلة تكون فيها وهو قول من يقولون من المسلمين والموحدين والمؤمنين أن نظرية دارون من حيث هي ليست ضدا للإيمان بالله عز وجل الإيمان بنظرية دارون لا يقتضي الإيمان بأن الله غير موجود أو إنكار وجود الله لا لكن يقتضي إيمانا بإله يكذب سنأتي إلى هذا النقطة لكن بما أنه لا يزيد على أنه قال أن الخلق له أصل غير معقد ثم تعقد وتطور مع الوقت إلا أنه لم يقل شيئا بشأن هذا الأصل بل هو نفسه كان يقول أنه لا ينكر وجود الخالق الذي حصل أن الملحدين تبنوا النظرية واعتبروها تفسيرا لإلحادهم فلما حصل هذا انشغلنا نحن معاشر الملحدين بمحاربة النظرية عن محاربة الإلحاد النظرية ثبتت أو لم تثبت ليست دليل للإلحاد أصلا النظرية لا علاقة لها بإثبات الإلحاد بوجه من الوجوه هذا توافق على هذا النقطة لكن حتى لو آمن بها النظرية حتى لو قلنا أنها مثبتة لوجود إله كما نحن نفسرها هذا الإله لو قلنا بقول داروين لكان الإله كاذبا لماذا؟ لأن الإله أخبر أنه خلق الخلاق وأنه جعلها متفاوتة وأنه خلق الأرض في يومين وخلق السماء وأنه استوائل السماء واجعل فيها أربعة أنواع من أنواع الخلاق واجعل في الأرض أربعة أنواع من أنواع الخلاق وأنه خلق آدم بيمينه وبكلتا يديه وأنه خلقه من تراب وأنه أخرج من ضلعه زوجه وأنه أخرج منهما رجالا ونساء وأنه أنزل من الأنعام أربعة أزواج وأنه خلق الجنة وخلق ما فيها من النباتات وما فيها من الأنهار وما فيها من اللذات وأنه خلق النار وما فيها من نوع العذاب وأنه خلق السماوات سبعا وخلق الأرضين سبعا وخلق هذه القلائق وهذه القلائق ليست من جنس واحد منها ما هو من نار كإبليس والجن ومنها ما هو من نور كالملائكة ومنها ما هو من تراب كالبشر ومنها من تلك التراب أخرج هذه الخلايق منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فهذا الرب الذي نؤمن به هو الذي قال هذا هذا في حق المسلمين الذين يؤمنون بموارد هو الذي قال هذا فإذا كان هؤلاء مسلمون ويقولون النظري الدروين يمكن أن تكون صادقة يقال نعم صادقة معناه أن الرب الذي تؤمن به كالذعب أنا أقول لك ماذا يقولون مثلا الآن آدم عليه السلام هم يقولون أي المسلمون الذين يرون النظرية يمكن التعامل معها يقولون أن آدم عليه السلام هو أبو الإنسان وليس أبو البشر بمعنى أن البشر الخلق تطوره كما قال داروين ولكن في مرحلة من المراحل نفق الله من روحه في هذا المخلوق فاستوى على جنس آخر فيه العقل وفيه الإدراك وفيه كذا وكذا وباد الجنس الذي كان قبله الله بين أنه خلقه من تراب هل تعتقدون صدقه أو كذبه جل جلاله ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة ترجمة نانسي قنقر